السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف العاشر الله يعطيكم العافية عنا درس اللي هو الاشتقاق الاشتقاق طبعا الدرس السابق اخذنا كيف تعلمنا كيف نجد ميل المنحنة كيفه الدرس السابق تعلمنا كيفه كيفه نجد ميل المنحنة الالكتران مثلا الالكتران 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 عنده نقطة تقع عليه وذلك عن طريق قلنا انه الخطوات كانت اول شي كنا نرسم الالكتران بيانيا اذا كنا نرسم الالكتران او يكون مرسوم جاهز ثم ايش نرسم طبعا وذلك نرسم 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 مماس يمس النقطة المطلوب ايجاد الميل عندها يمس النقطة وتسمى تلك النقطة النقطة سمناها نقطة ايش نقطة تماس طبعا كنا ايش نطلعها فكنا نطلع نفس المماس يمس النقطة وتسمى تلك نقطة تماس ونجد ميل هذا المماس ثم قمنا بيجاد ميل هذا المماس عن طريق نقطتين هذول النقطتين تقعان على المماس ونجد ميل المماس وهو فرق الصادات على فرق السنات فكن نجد ميل المماس وهو كان ميل المماس ميل المماس عند النقطة مثلا اكس واحد واي واحد هو نفسه هو يساوي ميل المنحنة عند تلك النقطة وخذناها طبعا بالتقدير انه ميل المماس عند النقطة اكس واحد واي واحد تساوي ميل المنحنة عند تلك النقطة الواقعة على المنحنة الواقعة على المنحنة هذا الدرس السابق هذا كله اخذناه بالدرس السابق كيف نقدر الآن نطلع ميل المنحنة عند النقطة بدون رسم أو بدون نرسم مماس يعني بده يكون الشغل لأنه كان يغلبنا كنا نطلع كان بده دقة كانت العملية متعبة كان بدنا نرسم اقتران ثم نرسم مماس وكان حكي هذا بده دقة كثير طيب نقدر نطلع الآن ميل النقطة المنحنة بدون رسم نعم الآن رح نأخذ درسنا كيف نجد ميل المماس عند نقطة تقع على المنحنة بدون رسم مماس وإيجاد ميله يعني نطلع الآن بدون نرسم مماس وإيجاد ميله نجد الميل بدون رسم إذن كيف نجد ميل المماس عند نقطة تقع على المنحنة بدون رسم مماس وإيجاد ميله طبعا عن طريق عن طريق الاشتقاق عن طريق درسنا الاشتقاق طيب فرح نتعلم الآن نشتق الأكتران هاي عمية اشتقاق هي نفس الميل يعني نجد ميل المماس عن طريق الاشتقاق إذن إيجاد الميل عن طريق الاشتقاق طبعا الآن يا محترمين إذا مشان نطلع ميل المنحنة عند نقطة يجب أني أشتق هذا الاقتران وعملية الاشتقاق تسمى هي إيجاد ميل المماس عند هذه النقطة والنقطة نقدر نطلعها يعني خلال قواعد ناخذ قواعد الاشتقاق فتعلم كيف نشتق الاقتران ونطلع من خلال الأمس اللي راح نفهمها أكثر طيب الآن مثلا 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 ميل المماس لمنحنة الاقتران عندي اقتران fx يساوي x تكعيب عند النقطة x1 y1 يعني النقطة هاي تقع على المنحنة مشان نطلع ميل ليش ميل المنحنة هاي عند النقطة هاي يعني ميل المماس فهو ميل المماس الميل يساوي 3x تربيع وعوض النقطة x1 وربح بثلاث بثلاث بطلع معين الميل المماس طبع هاي القاعدة كيف طلعتها راح نتعلم كيف نطلع هذه القواعد كمان شوي ونصيل نطلع ميل المماس بدون ما نرسل المماس ونطلع نقطتين عليها طوال نطلع ميل المماس طيب نأخذ أول قاعدة قواعد خل نأخذ قواعد قواعد الاشتقاق مطلوب أنك تحفظ أول قاعدة إذا كان fx اقتراعا fx x 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 اس ايش ناقص واحد هذه القاعدة حفظ إذا كان عندي هذا الاقتران هيك شكله أعزاء الطلاب فمشان أطلع أشتقه هيك تقاعد الاشتقاء فالآن نتعلم كيف نشتق الاقترانات نتعلم كيف نشتق الاقترانات إذا الاقتران إذا كان اس نون النون تحط لها كبداية في الأول والنون استطح منه واحد على الشكل هذا نأخذ أمثلة مثال واحد أو جد مشتق كل اقتران كل من الاقترانات التالية خلينا نحن الآن نطلع مشتقه الاقترانات ورح نفهمكو أن المشتقه قلناكو هي عبارة عن ميل المماس ليش أرسل مماس وطلع ميل وغلب حالي لا بقدر أنا أطلع ميل المماس من خلال مشتقه الاقتران طيب أول واقتران فهذا اقتران اف اكس يساوي اكس تكعيب بدي أشتقه لأن المشتقه يميل المماس خلينا نتعلم على الاشتقاق فمشتقت الاقتران ففتحة اكس هاي ففتحة اكس معاتها مشتقت الاقتران ففتحة اكس يساوي قلنا الاس محطة اول شي ثلاث وننزل اكس المتغير ونطرح من الاس واحد ويساوي ثلاثة اكس ايش تربيع شايفين كيف اشتقيت الاقتران؟ سهل طيب ناخذ كمان مثال ثاني مثال اخر خلن ناخذ مثال اخر كيف نشتق الان كمان نشتق الاقتران رقم اثنين F X يساوي اكس تلاحظ اكس لحالها طبعا الاس لم يكون هيك اص ايش واحد دعا معاك اص واحد ويساوي المشتقة F فتحة اكس يعني مشتقته يعني ميل المماس عند النقطة اكس معناتها مشتقة اكس معناتها ميل المماس عند النقطة اكس بغض النظر النقطة اكس XY يعني اكس يساوي الاس واحد بحطه قدام هايو و أطرح من أس 1 يعني 1 ناقص 1 و يساوي 1 في أس 0 و يساوي 1 في أس 0 يعني 1 ضرب 1 و يساوي 1 و أحفظها عن غيب أحفظ ليها أنه مشتقة الأس 1 مشتقة الأس 1 كيف جبناها هيها عن نفس القاعدة الآن يا محترمين نأخذ القاعدة الثاني من قواعد الاشتقاق هاي القاعدة طبعا تحفظوا ليها إذا كان في عندي نفس القاعدة بس في قدام مضروفة معامل بسموها مضاعفات القوة يعني إذا كان شكل اقتران كالتالي إذا كان شكل اقتران Fx يساوي A في X2 هاي بسموها مضاعفات القوة يعني هاي القوة ضاعفت في A حسب A إذا في عندي عدد مضروف في X2 نفس اللي فوق بس لكن بفرق إنه في معامل حيث نون عدد صحيح قلنا غير سالب فإنه مشتقته فإنه مشتقت هذا الاقتران الفتحة X مشتقت هذا الاقتران نفس الطريقة الأولينية بس المعامل بخليه المعامل ما بصيبه ونخلي المعامل A وبنزل أس النون بحط أس نون والإكس بطرح منها إيش الأس بطرح منه واحد نفسها بس بخلي A ماشي فخلينا إحنا سي محتربي أن نأخذ أمثلة مثال مثال اثنين أوجد مشتقت كل من الاقترانات التالية نتعلم عن مشتقة ونحن نقول لها مشتقة هي رح نسفيد منها هي ميل المماس المشتقة هي ميل المماس نحن الآن نتعلم كيف نشتق الاقترانات طب خلينا نشتق مثلا الاقتران أول نشتقه F X يساوي 2 X تربيع لاحظ عندي اثنين المعامل لما يكون في اثنين مضروبة في X أس مثلا واحد ثلاث أربعة أي شي فحسب القاعدة بخلي اثنين زي ما هي بنزل أس مضروف المعامل و X بطرح منه إيش واحد هاي القاعدة تحفظ ليها 2 ضرب 2 أربعة في X 2 ناقص واحد واحد يعني X أس واحد ناي ناخذ كمان مثال آخر طبعا رمز المشتقه محترمين اللي هي احنا قلنا إيش F فتحة لا إيش لا X وكمان نقدر نسميها نقدر نسمي كمان رمز المشتقه كمان يا محترمين DAL Y على DAL X كمان ونقدر نسميها Y فتحة كلها رموز هاي كلها رموز المشتقه Y فتحة DAL Y على DAL X ويسوي F فتحة X كلها رموز المشتقه طيب خلنا ناخذ كمان مثال ثاني ناخذ مثال ثاني ناخذ F أو G حتى بصير نسمي الإقتران إقتران ثاني G X يساوي ناقص 5 X تكعيب تكعيب طبعا مشتقه هذا الإقتران G فتحة X أو DAL Y عدال X يساوي ناقص 5 المعامل زي ما هو والثلاثة تنزل و X بطرح منها 1 و يساوي ناقص 15 X تربيع ناقص 15 X تربيع طيب يا محترمين يعني هنصرنا مخلين قاعدتين من القواعد الاشتقاق قوانين الاشتقاق أول قاعدة اخذناها إذا كان ع شكل الإقتران X أو S نون نون أي عدد صحيح غير سالب فإن المشتقه الأس بنزل كمعامل والأس بطرح منه 1 الأس بنزل معامل و بطرح منه 1 بعدين أخذنا القاعدة الثانية أخذنا القاعدة الثانية إذا كان عندي محترمين القاعدة الثانية اللي أخذناها من القواعد هي إذا كان A X إذا كان في عندي معامل المعامل ما بخلي زي ما هو هي بس بنزل الأس نفس الطريقة الأولانية في X نون ناقص 1 واخذنا كيف الآن اشتقينا هاي قاعدتين من القواعد طيب خلينا نكمل الآن خذنا نأخذ كمان قاعدة رقم ثلاث من قواعد الاشتقاق قاعدة رقم ثلاث كيف نشتق الاقتران مشتقت الاقتران الثابت مشتقت الاقتران الثابت الاقتران الثابت احنا اخذنا انه شكله fx يساوي إيش مثل c والc عدد حقيقي مثال مثلا fx يساوي ثلاث هذا سمه اقتران ثابت لاحظ انه رقم عدد ثابت طيب كيف قاعدة اشتقه الآن القاعدة بتقول لي اذا كان fx يساوي c حيث c عدد حقيقي فان مشتقت هذا الاقتران fx يساوي إيش صفر دائما اي عدد الثابت الاقتران العدد الثابت مشتقت شو صفر يعني مشتقت الثابت شو صفر مثال ثلاث مثال ثلاث اوجد مشتقت مشتقت الاقترانات التالية واحد fx يساوي خمسة مشتقته شو بنقول مشتقت هذا الاقتران شو يساوي صفر لان اقتران ثابت خمسة عدد حقيقي اي عدد حقيقي gx يساوي جذر الثنين مشتقت هذا الاقتران g فتح ال x يساوي صفر مثلا fx هي رقم واحد هي رقم اثنين رقم ثلاث fx يساوي نص هذا يعني انه كمان رمز مشتقة قلنا مثلا دال y عدال x كمان ينفسه buff gaat x شو تساوي صفر وهكذا اذا المشتقة العدد الثابت يا محترمين دائما احفظها القاعدة الثالثة انه مشتقة العدد الثابت شو يساوي صفر طب الان يجع القاعدة الرابعة هي يعني سهلة انه اذا كان عندي اكثر من اقتران كثير حدود يعني عندي اكثر من اقتران كثير حدود اكثر من وحيد الحد فان المشتقة تساوي اذا كان بينهم مجموع مجموح وorage اذا كان سالب يعني كنهم سالب إذا المشتقة توزع على الجمع والطرح لكثيرات الحدود فتوزع ما فيه مشكلة إذا اشتق مجموع اقتنات اثنين عادي يعني الزائد والناقص ما بيأثر على المشتقة إذا بقول أربعة مشتقة مجموع كثيري الحدود تساوي مجموع مشتقتهما يعني اشتقت اثنين مجموهما والفرق كذلك يعني الفرق كمان الفرق ما بيأثر بالرموز إذا كان عندي اقتران fx يسمى مجموع اقتران اثنين gx مجموع او ناقص لا اقتران اسمه hx فأني بدي أشتق هذا الاقتران بينهم زاد و ناقص تبقى ما هي اشتق هذا الاقتران وزاد او ناقص حسب السؤال واشتق الثاني يعني زاد و ناقص تبقى في المشتقة ما بتغير نأخذ مثال 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 مشاك تتوضح لكوا الصورة بشكل أفضل مثال أربعة إذا كان اقتران عندي fx 2x تكعيب ناقص 6x تربية زاد x زاد 2 شايف اقتران مكون من اقتران اقتران الثاني اقتران الثالث اقتران الرابع لاحظة انه اربع اقترانات وحيدة الحد يعني هاي حد هذا اقتران اقتران من حد حدين ثلاث اربع حدود وكل حد هذا بسمنا ايش وحيد الحد فأكثر من اقتران كثير حدود 1 2 3 4 حدود هذا اقتران فلما اشتق اربع حدود كل حد بعمل لحال باشتقه هيك مقصول في هذه القاعدة فبنشتق كل حد لحال بفتحة للـ x بنشتق هذا الاول الآن زي ما اخذنا انه المعاملة يبقى كما هو وبننزل الأس ثلاث والـ x نطرح منها واحد الأس خلصنا منه بنجي على الثاني لاحظ المعاملة زي ما هو ناقص 6 بننزل الأس مضروب فيه والـ x نطرح منها واحد ثنيين ناقص واحد زائد الـ x شو مشتقت الـ x قلنا واحد خذناها ومشتقت الثابت شو صفر قاعدة خذناها لمشتقت الثابت صفر ومشتقت الـ x واحد او بدك تحلها x0 x1 يعني اذا ففتحة للـ x يساوي 2 ضرب 3 6x 3 ناقص واحد x تربيع ناقص 2 في 6 12 x 2 ناقص واحد x زائد ايش واحد اذا هاي مشتقت ايش اذا كان عندي هون ايش ما فيه جمع وطرح اقتران كثير حدود هاي حد حدين ثلاث اربع حدود فالآن محترمين اشتقاكم الموجب الناقص تقل كما هي بين الحدود احنا فهذا هو المقصوص في هذه القاعدة الحصة هاي يعني يا محترمين يعني بنكون احنا هيك انهيناها انهينا الحصة الاولى والحصة الاولى قلنا لكم من هذا الدرس الحصة الاولى من هذا الدرس تعلمنا كيف نشتق الاقتران كثير حدود الاس وعدد صح حيح غير سالم واربع قواعد اخذناها لنحفظ هن الاربع الان الاشتقاق راح يفيدنا في الحصص القادمة انه المشتقا هي نفسها ميل المستقيم ميل المستقيم او ميل المماس ميل المماس المشتقا فالمشتقا رحين ناخذ الحصة القادمة أن مشتقة الاقتران عند نقطة هي ميل الاقتران عنده النقطة اي نقطة XY اي نقطة يعني معنا مشتقة الاقتران عنده النقطة هاي هي نفسها ايش ميل المماس عنده تلك النقطة ليش ارسمه انا خلص بطلع مشتقته الميل هو المشتقة فليش اغلب حالي عنده نقطة من المنحن الاقتران بيطلع ميل منحن النقطة اني ارسم مماس وطلع ميله خلص ميل المماس هو المشتقة نقطة من المماس عنده النقطة هاي النقطة هاي بطلع مي المماس عنده خاص باشتق و بحوض في النقطة هاي نخذ هنشاء الحصة القادمة نفس الدرس الجزء الثامن الدرس و بنكمل الدرس انشاء الحصة القادمة الله يعطيك العافية السلام عليكم ورحمة الله